أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة الأردنية في القاهرة تبلغت بوفاة المواطن الأردني نعيم محمود مناصرة المبلغ عن فقدانه منذ حوالي أسبوع خلال عمله كسائق شحنة بين مصر والأردن وعدة دول أخرى حيث قام ذوه بالتواصل مع السفارة للتبليغي عن انقطاع التواصل معه حتى علم يوم أمس أنه عثر عليه مقتولا بالرصاص في منطقة ألمينيا في مصر وأوضحت السفارة أنها تتابع مجريات الحادثة لوجود شبهة جنائية حول اختطافه من قبل عصابة بينما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبضة على بعضهم وما زال البحث جاريا عن البقية